تلك بقى كانت البداية مع يوسف شهيد آه صفيت كل حاجة في بيروت رجعت وما فيش يوسف شهيد كان مسافر في حتة فالمهم استنيت لقيته مرة بقول له أستاذ يوسف أنا جيت قال لي أنت مين قلت يا نهاري سود المهم من هنا بتدت وبتدت أشتغل معه على من أول كتابة الوضع يا بونابارت لغاية لما الفيلم طلع من المعمل وتعرضت في الكلمة يعني اشتغلت معه في وضع المونابارت تلات سنين كانت دي المدرسة اللي أنا اشتغلت فيها دي دا التعليم بتاعي مشاهدة أفلام وإزاي تعملي فيلم إزاي تعملي فيلم معنا إزاي تديري يا حيك بتقول دلوقتي أنا مع يوسف شهيد دي المدرسة مدرسة خاصة تعلمت السينما نحقول لك أكتر حاجات تعلمتها من سينما كان هي تجربة مش ظريفة في بيروت مع مخرج معروف جداً كان واخد أسكار وبيستور عمري ما شفت كابوس كده في التصوير مخرج طول الوقت متنشن ومتدايق وجوه مكهرب وحاجة سائلة جداً اللي أنا شفته عندي يوسف شهيد في حدوتة مصرية وبعد كده في أفلامه كلها راجل بيعمل حاجة بيحبها ومبسوط إنه بيعملها وبيبسط الناس اللي حواليه كلهم بيحسسهم بقيمتهم ما بيقللش شيء جميل طبعاً الكرم ده متهيق لي جزء أساسي من شغلانة أي مخرج أعصى رامى وانضباطه كل اللي عايزاه إنما يعني إدراك إن كل واحد على البلاتون بيعمل حاجة حتتخلي إن اللقطة بتاعته والمشهد بتاعه يطلع مشهد حلو ويدي للناس الإحساس بأهميتهم ده إنك تخدي من كل الناس ده يعني على الرغم من إنه يوسف شهيد كان يبدو عن بعد أنه عصبي حدوتت إنه عصبي دي حكاية يعني ممكن نحكيها في مرة تانية أنا ما تكلم عني دلوقتي بس هي دي فعلاً حاجة مش حقيقي إنك تبي شدة ومركزة ومش سامحة للناس إنه أتهرج على البلاتون دي حاجة وإنك تبي عصبية دي حاجة تانية طيب حقيقي اشتغلت إيه مع المخرج الكبير أساس يوسف شهيد في الوضعية بونابارت ساعدته في كتابة السيناريو وكنت مساعد مخرج يعني كنا كذا حد كنت معافة ديوم السادس لا كنت معافة إسكندرية كمان وكمان تاني في اليوم السادس كنت بروح التصوير بس لا ما كنتش معافة ديوم تحضر تصوير فقط من وقت الآخر إنما في الوضعية بونابارت كان أنا وكان زاكي عبدالوهاب الله يرحمه ومريان خوري وأسما البكري وناهد نصر الله وردوان الكاشف ومجدي أحمد علي وحضرتك مدركة يعني دجيل بأكمله من المخرجين التجربة دي بالنسبة لهم كانت فارقة في حياتهم في علاقتهم بالسينة طيب